موسيقى أهلا بكم مشاهدين قبل أن نفتح الملف الإيراني هذه وقفة مع أهم الأخبار الحقوقية ثم نعودها موسيقى أغلق مئات المحتجين في الرمثة شمالي الأردن المدخل الرئيسي للمدينة على خلفية مقطع فيديو مسرب يظهر عناصر من البحث الجنائي ينهلون بالضرب على مواطنين داخل مطعم أثناء اعتقالهم من جانبه أمر مدير الأمن العام باعتقال العناصر التي ظهرت في الفيديو وإحالتهم إلى المحكمة أوقفت السلطات المغربية الصحفي في صحفة الجارديان البريطانية سعيد كمال دهقان مصحبة إياه إلى المطار للتوجه إلى لندن استنادا إلى قرار وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بطرده وذلك بسبب إجرائه مقابلة صحفية في مراكش والحسيمة من دون ترخيص من وزارة الاتصالات مقدما نفسه كسائح انتقدت منظمات حقوقية الحكومة القطرية بسحب جنسيات مواطنيها لتعبيرهم عن رأيهم حول الأزمة الخليجية وذلك من دون محاكمة أو أسباب تشريعية أو قانونية في حين وصف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أحمد الهامي للأمر بأنه يثير الكثير من علامات الاستغراب والتعجب والاستهجان تقرير لهيومن رايتس واتش يتهم إيران باستخدام أطفال أفغان للقتال خارج الحدود ويشير التقرير إلى أن أطفالا تبدأ وعمارهم من الأربعة عشر عاما يشكلون ما يسمى بلواء فاطميون الذي لا يضم في صفوفه غير الأفغان يدعمه الحرس التوري الإيراني مهمته القتال في سوريا لماذا الأطفال الأفغان حصرا وهل هناك ساحات أخرى غير سوريا تقاتل فيها إيران باستخدام أطفال آخرين معي الكاتب والبحث الإيراني دكتور حسن هاشميان دكتور حسن أهلا بك معنا بداية لماذا أطفال ولماذا أفغان يعني هناك حاجة غوية لزج الغوات إلى دعم بشار الأسد من قبل الجانب الإيراني إيران واجهت مشكلة أساسية خاصة في تجييش الإيرانيين لهذا الموضوع لأن الإيراني لا يؤمن بالحرب في سوريا لذلك هناك بغى الأفغان في هذه الفضاء الذي خلقته النظام الإيراني وقامت بزج هولاء إلى سوريا وهناك وسائل ضغط على هولاء الأفغان يعني منذ ثلاث أعوام لدينا الوزارة الداخلية وهي معنية بقضية الأغامة لدينا وزارة العمل وهناك تصريح الآن نشر قبل أيام من قبل وزير العمل السيد الربيعي حول هذه الغضية وأيضا الوزارة الخارجية التي معنية بجوازات السفر وكيف يتردد الأفغان في داخل إيران يعني يتم الضغط على هؤلاء من حيث إقامتهم في إيران؟ نعم نعم وضعوا خطة لضغط على الأفغان لا يبغى للأفغان إلا خيارين الخيار الأول هو خروج من إيران أو رجوع إلى أفغانستان أو خروج إلى بلد آخر مثل تركيا وحتى يستطيعون يحصلون على اللجوء في دول أوروبية الخيار الثاني هو زج بهم إلى جبهات الغتال في سوريا ومكانات أخرى والآن هناك اعتراف واضح من قبل وزير العمل الربيعي يقول نحن منعنا 1197 ألف أفغاني من العمل ولديهم قائمة الآن 700 ألف أفغاني على هذه القاملة سوف يتم طردهم من العمل وطردهم من إيران يعني هذه الضغوط تضغط على الأفغاني على الأسرة الأفغانية على الأفغان الذين يريدون يعيشون في إيران ليس لديهم عمل ليس لديهم حق طيب دكتور هؤلاء إذا كانت تقرير يتحدث عن أطفال من سن 14 إلى ربما 15 و 16 حتى 18 هل هؤلاء يصرح لهم بالعمل داخل إيران هل هؤلاء الأولاد يمكن استخدامهم كإداة ضغط مثلا على أهلهم أم هم كانت تصدر لهم وثائق للعمل يسمح لعمل هؤلاء هناك وثائق دامغة موجودة حتى من قبل أعلى سلطة في إيران هو علي خامني قال بوضوح بأن هؤلاء الأفغان الذين يحضرون في جبهة سوريا ليهم الحق يحصلون على الأقامة الدائمة في إيران الأقامة الدائمة تعطيهم الحق بحق العمل في إيران لذلك هم مسترين أولا للذهاب إلى سوريا وبعدين يحصلون على هذه الامتيازات المقدمة من قبل النظام الإيران لكن هل هو قانوني عمل الأطفال يعني ما هي سنة القانونية للسماح للأفراد داخل إيران بالعمل سواء كانوا مواطنين أو مقيمين نحن نتحدث عن 14 عاما نعم الغانون العمل في إيران يمنع عمل الأطفال بهذا الشكل ولكن الغانون الإيراني قانون العمل الإيراني حتى لا ينفذ مع الإيرانيين ناهيك عن الأفغان لذلك هناك خروقات جدا كبيرة موضوعة في قانون العمل في داخل إيران وهو قانون جدا ضعيف وهناك احتجاجات قوية حركات عمالية قوية ضد هذا الغانون بعدين هذا القانون يأتي ويصل إلى الأفغان الذين لا حول ولا قوة لهم في داخل إيران وبالتالي يتم الضغط عليهم هذه ليست المرة الأولى التي يتم اتهام إيران فيها إيران متهمة بالزج بقاصرين في حروب مثل ما حصل في تجنيد عدد من القاصرين بالحرب العراقية الإيرانية التي بدأت في العام 1980 حتى 1988 هل هناك نماذج بحسب معرفتك دكتور أخرى غير سوريا يتم استخدام أطفال وربما من جنسيات أخرى وليسوا أفغان أولا لذا إيران تجربة جدا طويلة في استخدام الغاصرين في الحروب الآن تم كشف بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية وبعد السنين من نهاية هذا الحرب تم كشف بأن 43% من قتل إيران في الحرب هم كانوا تلاميذ المدارس وهذا معناه أن تلاميذ المدارس هم في سن الغاصرين في سن المراهغين لذلك إيران هؤلاء إيرانيون أم من جنسيات أخرى؟ إيرانيين دخلوا في الحرب الإيرانية العراقية وتم قتله يعني هم يعتبرون من ضحايا الحرب الإيرانية العراقية يعني إيران لديها تهجربة واسعة في استخدام المراهغين والغاصرين في جبهات الغتال والآن خاصة في موضوع سوريا المواطن الإيراني لا يؤمن بحرب سوريا ولا يعتبرها إن من ضمن أهداف المصالح الوطنية أو مبررة وطنيا دار لذلك هم يسترون الضغوط على الأفغان في الوسائل التي تحدثت عنها وثم يزجون الأفغان في جبهات الغتال ماذا عن جنسيات أخرى؟ هل هناك أقليات أخرى أو جنسيات أخرى مقيمة ويتم الضغط عليها من حيث الإقامة أو الترحيل؟ أو هذا الخيار؟ خيار الحرب؟ نحن لدينا باكستانيون وهم يشكلون لواء الزينبيون وهناك أحصايات حول الباكستانيون الذين ذهبوا إلى أجبهات الغتال أيضا في سوريا؟ في سوريا، التركيز هو كل في سوريا لأن قوات بشار الأسد ضعيفة عدديا وتحتاج إلى قوات جديدة وهناك مواجهات جدا أساسية إذن عندنا فاطميون من الأفغان من الأفغان وزينبيون من الباكستانيين لدينا العراقيين مثلا لواء أبو الفضل العباس ولكن لواء أبو الفضل العباس تم تشكيله في العراق وليس في داخل الله ولكن يعملون في نفس الاتجاه ونفس السياسة ونفس الإيديولوجيا الباحثون في هذا التقرير دكتور حينما أجروا هذا التقرير كانوا ينظرون إلى شواهد القبور إلى تواريخ الوفيات وما إلى ذلك كانت هناك أرقام يعني ثمانية مقتولين هنا أخذوا تواريخ ووفياتهم استطلعوا خمسة من هناك هل هذه الأرقام البسيطة يمكن أن يبنى عليها تقرير بهذا الحجم وتعتبر ظاهرة؟ هذه عينة عينة من ما حدث نحن لو رأينا إلى شكل انتشار الغتلة الإيرانيين في سوريا وفقا إلى الإحصائيات الرسمية هناك أكثر من ألفين شخص تم قتلهم في سوريا من جانب القوات الإيرانية توزيع أو انتشار هذه الغتلة في المدن مثلا هناك سهم كبيرة وحصة كبيرة لمنطقة خراسان الشمالي وهذه خراسان يتواجد عدد كبير من الأفغان مثلا في محافظة كرمان لديها حصة جدا كبيرة وهذه تتناغم مع تواجد الأفغان مثلا منطقة جهرم في جنوب محافظة فارس هناك تواجد كبير من الأفغان يعني عندما ننظر إلى الغتلة والانتشار الجغرافي والحصائي للغتلة نرى أن هناك حصة كبيرة للأفغان طبعا التحقيق لم يكن هو بطريقة سهلة في إيران يعني تعرفون في إيران أي واحد يرتبط مع فضائية مع فضائية خبرية ليس لها علاقة بالسياسة ولكن يتم الضغط عليه ويتم زجه بالسجن كيف شخص يأتي ويفتح تحقيق وتفحص عن موضوع حام مثل زج الأفغان أو أطفال أفغان في الحرب في هذا النقاش دكتور عفوا لا بد من أخذ وجهة النظر الحكومية الإيرانية التي تقول بأن جملة من الذين يتم ربما استهدافهم في هذا التقرير والمقصود بهم الأفغان تطوعوا بشكل طوعي إلى هذا اللواء فاطميون وبالتالي هم ذهبوا إلى الحرب طبعا النقاش يدور حول هناك ضغوط مثل ما ذكرت حضرتك لكن على الأقل هذا ما يقوله الجانب الإيراني الجانب الإيراني أولا قال ليس لديها قوات في سوريا بعدين تم كشف أن هناك بعدين هم اعترفوا نفسهم اعترفوا أن بدون قوات الإيرانية التي أرسلت إلى سوريا لبشارة السغط الآن حول هذه الغضية يقولون أنهم تم تطويع أو مطوعين إلى هذه الغضية ولكن لماذا عملت خطة ضغط خلال سنوات الماضية هناك لم تكن خطة ضغط ضد الأفغان من قبل الوزارة الداخلية الوزارة الخارجية ووزارة العمل وهذا السؤال سنحاول الإجابة عليه إذا ما تسنى لنا الوقت دكتور حسن هاشميان لكن بعد أن أذهب لهذا الفاصل القصير أرجوك تفضل بالبقاء معنا مشاهدين وأنتم أيضا مدعون للبقاء معنا فاصل أخير ونعود ترجمة نانسي قنقر